يجب هنا أن ننظر إلى كل ما يحدث من بعض الزاوية الزاوية الأولى طبيعة الاتهام والجهة التي أصدرت الاتهام ونشاط المتهم لما ننظر إلى نشاط المتهم ونجد أن هذا الشخص معروف بنظالاته الحقوقية كرجل قانون رجل سياسي ظهور الإعلامي ظهور محترم لا يسب الناس لا يطعن ليس من طبعه نشر ملفات كاذبة ولا ينشر الأشياء التي تتعلق بحياة الآخرين عندما يأتي مثلا إمرأة أو تتهمه بأشياء معينة أو يأتي رجل يتهمه بأشياء معينة قد لا نصدقه مثلا هناك معارضين لفقت لهم تهم حتى بالتحرش وهي مفبركة ولكن لو تدرس حياة هذا الشخص ومسيرته تجد بأنه ليس من عادته هذه الأفعال واضحة أنها ملفقة ولكن هذه لا يمكن أن تثبتها أو تتهمها أو أن تثبتها أو لا يمكن أبدا أن تمررها على القضاء في الدول الأوروبية ولكن شخص معروف بمثل هذه الأفعال وتمشي إلى صفحاته أو نشطاته في شبكات تواصل الاجتماعي تجد خدمته وهذا يبتز هذا ويلفق التهم من هذا وينتهك عرض هذا عندما تلاحقه جهة بهذه التهم ما تجد تحوله لي إلى بطل وما تجد تحوله لي إلى أنه رجل مناضل يهدد أنظمة الحكم ويهدد هذه الأشياء أنت حر فيما تقوم به تتحمل مسئولية ما تفعله لكن ليس من واجب أن أدافع عنه ليس من واجب أن أدافع على من يقومون بهذه الأفعال وكلامي هذا عام لا أقصد به شخص بحد معين وحتى إن توفرت هذه المعاني في بعض الأشخاص ولكن أنا أتكلم بصفة عام الكثيرون إخواني الكرام إذن يتحدثون ونجد مثلا أن الكثير من الجزائريين وغير الجزائريين عندما يهربون من أوطانهم آنهم 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 سواء كانوا لأسباب سياسية أو غير سياسية أول شيء يدندنون حوله أن الدولتهم تلاحقهم وأن نظامهم تلاحقهم وهذا لعدة أسباب هناك من يريد من خلال استغلال هذه المراحقات للحصول على اللجوء حتى يتحصل على اللجوء السياسي وهذه كثير يجهلون أن اللجوء السياسي يمنح لشخص عندما يكون مهدد في حياته طبعا وأنه في حالة عدم منح اللجوء أي عادته إلى بلاده قد تتعرض للتعذيب هذا هو الشر أو يتعرض للتصفية أو شيء إلى القتل أو إلى شيء يتعرض إلى شيء فيه انتهاء للقوانين الدولية وحقوق الإنسان أو شيء يحط من كرمته الآدمية هنا يجب على هذه الدولة أن تعطيه حق النجوء حتى لما يأتي شخص يقول دولة فلانية تلاحقني وكذا 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 لا الدول الغربية ليست غبية لهذا الحد ستحقق في قضيتك ستحقق في سلوكك ستحقق في مسيرتك في مسيرتك فإن وجدتك من ناحية القانونية تستحق ستعطيك حق النجوء حتى وإن كان موقفك السياسي لا يتماشى معه حتى إذا رفضوه في الأول تمشي إلى القضاء وتأخذ اللجوء غصبا عنه لأنه قضية قضية قوانين ولكن إن وجدوك لا تستحق قد يأتي اللعب على أوتار أخرى إذا يشوفوا ما هي مصالح ما هي وجودك على الطراب هذا الطراب هذا البلد ما الذي ستقدمه لمصالح هذه البلاد في بلادك واعتبارات كثيرة ليس المجال لذكره لذلك إذا كان فيه شخص نجد الكثيرين لما يكون ما عنده حتى ماضي ولا عنده ملاحق نجدهم يمشوا إلى الدول ويحاولون فبركة قصص وأهم شيء يدندنون حوله هي أنه ملاحق من بلاده ويحاولون معناها يحاولون أن تلك البلاد بلاده ريديرتلومونداداري انترنسيونال أخي عندما تكون مطلوب في قضية حق عام وعملات القاضي الذي ينظر في القضية أصدر أمر بتوقيف الدولي وكون يصدر لك ألف توقيف دولي من ألف محكمة وأنت تشتغل في قضايا قضايا معينة تتعلق بأعراض الناس وخصوصياتهم فلن تصبح سياسيا حتى لو طالبك العالم كله لأن الأفعال التي قمت بها تتعلق بأشياء غير أخلاقية وأشياء لديك اتهامات من أطراف أو تدخل في إطار الحق العام ونحن نعرف موقع وكيليكس كيف انتهى به المشوى رغم أنه موقع إلكتروني نشر وثائق مسربة ولكن عندما تعلق الأمر بالأمن القومي للدول وجهات راحة ضحايا لهذا الأمر أنت به المشوار في جرم لم يجرموه على المنشورات جرموه في أشياء أخرى تتعلق بسلوكيات معينة وهذا لا يعني أنه يمنح البطولة لهذا الشخص إذن إخواني بعض الناس يقول لك فلان رفضت له النجوء الدولة الفلانية إذن الدولة الفلانية متواطئة مع الدولة التي ينتبه لهذا كلام فارغ هذا كلام فارغ يدعو فيه بقط البطولة لأنه ملفه فارغ شخص فيهم حتى اللي قالوا بأنه اتهموا أنفسهم بقضايا غير أخلاقية أعفوا لساني من ذكرها ومن أجل فقط أن يحصلوا على النجوء ولم يمنح لهم النجوء لأنه ثبت عليهم الكذب أنت تكون في بلده بعد ذلك تنتقل إلى بلد آخر مثلا جيت بلد أوروبي جيت مثلا إلى إيطاليا وطلبت اللجوء هناك ورفض لجوءك يجب أن تتمم كل الإجراءات القانونية في إيطاليا حتى تستطيع أن تذهب إلى بلد آخر وتطلب اللجوء مجددا ووفق ملف جديد فيه زيادات إذا كان ما قدمت شيء ما قدمت شيء ولا قدمت جديد سيرفض نفس الملف لأن الملفات هذه كلها تدخل في إطار الاتحاد الأوروبي وكلها تطلع على ملفات وترسل الملفات لبعضها البعض لذلك شخص لما يكون مثلا في أي بلد أوروبي آخر يطلب اللجوء وأكمل الإجراءات هناك ورفض له النجوء بصفة عامة وبعد ذلك انتقل هنا إلى فرنسا وعراد أن يطلب النجوء يجب أن يقدم مواد جديدة لذلك بعضهم لما يغير البلد يحاول أن يرفع من وطيرة هجومه على الدولة وهجومه على النظام وخلط فقط من أجل أن يحصل على مذكرات توقيف خاصة بتهم الإرهاب ومثل هذه الأمور أورو هذه إذا جاءت مذكرات مثلا جديدة وقدمها في الملف في هذه الحالة يصير يحق له أن يطلب مجددا اللجوء ويتم دراسة ملفه إذا كان وجدت حقيقة أن هذه الاتهامات لديها علاقة بنشاطه السياسي فهذه في هذه الحالة يمنح اللجوء لذلك نجد الكثير يكثرون من أن دولتهم تلاحقهم وأن لديهم عمل في إطار نضال السياسي ويحاولون الظهور في وسائل الإعلام ويلجؤون إلى الصحف كي تكتب عنهم كل ذلك من أجل تقديم ملف ثقيل إلى الدائرة المتخصصة في منح اللجوء السياسي لأنه إذا لم يفعل ذلك سيرفظ لجوءه ويبقى مشرد بلا وثائق أو أنه يمضطر إلى مغادرة طراب هذه البلاد التي يتواجد فيها ويذهب إلى بلاد أخرى ومن حقه طبعا أن يزيد مصرحية أخرى من أجل الحصول على اللجوء هذا لا يعني إجب أن لا نخلط فيه ناس يستحقون حقيقة للجوء لأنهم يتعرضون للإضهاد في بلدانهم هذا أمر آخر أنا نتكلم على هذه الحالات التي يجري فيها التلاعب وصناعة البطولات الوهمية التي لا تسمين ولا تغني من جوء